اشتركوا في القناة ومتابعين الأعزائي لما كنتم يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية ونرحل أيضاً مع هذه الجولة هذه المسيرة المستمرة شوطنا الخامس في مجموع الأشواط وخصص لفئة الأبكار المحليات الأصائل بشعرات أصحاب السمو الشوخ وشعرات أبناء القبائل خمسة واربع كيلو مترات الرحلة المقررة لهذا السن المركز الأول عندها مصيحة المهير بن علي بن راشد بن كليب على المركز الأول اللي تليها على المركز الثاني المراكز مياس ليسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية متواجد أيضاً المركز الثاني حدث تغيير الآن من قبل اللي هي متعبه العمار بن عبدالله بن سالم بن قطامي أما المركز الرابع تأتينا دانا الحميد بن سيف بن كعيب الفلاسي والمركز الخامس في خامسة المراكز أقول مياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد دال مكتوم عبيد بن محمد بضبيعة متولي عملية التضمير والمركز السادس من نصيب الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دال مكتوم مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة هو المضمر أما المركز السابع في سابع المراكز أرى أيضا تقدم واضح من عنيدة العبدالله بن سلطان بن عبدالله بن سعيد القمزي والمركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن شواهين سعيد بن عبيد بضبيعة والمركز التاسع تاسع المراكز الثيبة العبدالله بن سالم بن روجدة نشتبه هذه الأسماء الحاضرة يا مشاهدين يا متابعين نهينا على مسامعكم ندانا الأول في هذا المسار وبدأنا للتف الالتفا في الأخير وبنواجه خط النهاية عين بعين بن سير عند شعار بن كليب على مقدمة الشوط يصول ويجول كما عودنا دائما بالمراكز الأولى مندفعا بهذا الشعار مع مصيحة مع مصيحة ترك الطراب ليهبها كوس ما شاء الله نشاط صباحي مثل ما تشاهدون اشتر سبوق من على الخط يا بن كليب اشتر ولو قالوا ملايين اللي تحط التيم وتحط تياب ما هي في الميادين في الشوط الأول حطها شرط للكاس ما هي للنياسين يوم ازدحام الشوط تنشط مرشحة على الشاشة تبين مثل الضبيافل ومشتط تسرق بناظر اليمبارين سرعة خيالية بلا ضرب واسرع من طيور الشواهين يلي في ضمرها محطة يخطط بالخص قالوا له الحين كلما زقرها قامت تشط يوم المذيع يقول من وين ما لها هزايم يا عرب قط هذه عوايدها من سنين بكرها سمها دايم يحط ورموزها أكبر براهين الله الله فالها الرمز إن شاء الله فالها الرمز أما الملكة الثانية متعبة العمر بن عبد الله بن سالم بن قطامي هو من يتابع مصيحة على المقدمة ويموحنها أيضاً ويباريها ويجاريها وأيضاً يحاكيها محاكات التحدي المركز الثالث لسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بطبيعة والمركز الرابع يسموه شيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن خفية الله المنظر رائع بين متعبة وبين مصيحة في المقدمة في كفة الميزان على ما يقولون في كفة الميزان يتناوباً يتناوباً اللي من طلبة الزود ما زاد والناس تأخذ عني الزود يتكم اللي بتأخذ عنكم الزود يتكم اللي بتأخذ عنكم الناموز وصلت 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 مياسة ليسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بطبيعة هو من أرسلها إرسال حكيم إرسال خبير إرسال مخطط حربي مخطط حربي نعم يخطط يخطط تخطيط طبوغرافي في الميادين ولكن مصيحة مصيحة ما زالت في القيادة مصيحة ما زالت في السيادة أو الريادة بشعار مهير بن علي بن كريبي يلا يبو علي يلا يبو علي ما تبقى عندنا إلا القليل والقليل من عمر الأمتار المتبقية ستمية ستمية متر ستمية متر مشاهدين الأعزاء مياسة بالمركز الثاني اللي اسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبن قطامي من يأتينا مع متعبة بالمركز الثالث ولكن مصيحة ما عطت في الدرب طوعة ما عطت في الدرب طوعة أدركت فاخر نهاية مركبية فارق ربوعة يلا 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 يا متعبة يلا يا بصيحة مصيحة ومياسة ولكن مصيحة عندها عندها زود عصاها قوس أبدا أبدا ما استخدم طاقة الجثمانية والعثمانية على ما يقول بن حضي الملغالي ما استخدم طاقة الجثمانية والعثمانية شي الجثمانية والعثمانية ما عرفنا يلا هذه هذه مصيحة هذه مصيحة قفلت على الشوت. سلام سلام سلام. يا ممثل المدام يا ممثل الهباب فعل. بنزيدك بنزيدك منصب. ممثل المدام والهباب. سيفين علي بن كليب بهير بن علي بن كليب تهانينا. اهو الناموس. المركز الثاني سمو الشيخ حمدامل محمد. المركز الثاني سمو الشيخ محمد بن مكتوم. المركز الرابع البنقطامي. والمركز الخامس تأتينا ذيب العبدالله بن رواجده. ست دقايق و 24 ثانية. اشتركوا في القناة